مواجهات ليلية وعملية كر الموفر مع الشرطة الإيرانية في مدينة سنندج احتجاجاً على وفاة الشاب مهسى أميني تحت التعديد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تتحدث عن صراع داخل المؤسسة العسكرية السودانية بسبب أطماع في السلطة بعد اتفاق مع اتحاد الشغل على رفع الأجور السلطات التونسية تزيد أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال العام 2022 تحية الصباحية لكم مشاهدين إنما كنتم برفقتنا مع قناة الحدث فأهلاً بكم إلى هذه الساعة الأخبارية نبدأها من السودان حيث تستمر المواجهات وعمليات الكر والفر بين القوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين في مدينة سنندج عاصمة كردستان إيران احتجاجاً على مقتل الشاب مهسى أميني بعد تعرضها للتعذيب في الحجز على يد شرطة الأخلاق الإيرانية هذا ومزق محتجون إيرانيون غاضبون صور قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في مدينة سنندج ترجمة نانسي قنقر سنندج بشت وشيشة شهري برمان قاضي أشقابر ممولين الموت للدكتاتور كلمتان ضجت بهما طهران إلى سقز غرباً في كردستان إيران إثر مقتل شابة في العاصمة بعد أيام من اعتقالها لارتدائها حجاباً لم يعجب شرطة الأخلاق أو ما يسمى بدورية الإرشاد الضحية هذه المرة تبلغ 22 ربيعاً تدعى جينا أميني بالكردي ومهسى بالفارسي لأن الأسماء لا يجب أن تخرج عن القائمة الحكومية تنديد عالمي برحيلها بطريقة مشبوهة وإجرامية على حد وصف ناشطين إيرانيين تصدر خبر وفاتها العنوين حتى خارج القارة صحيفة The Guardian البريطانية أوردت أنها كانت آتية من إقليم كردستان للعاصمة طهران لكنها وقعت بأيد تشن حملات على حقوق المرأة أما صحيفة فيلت الألمانية نشرت تقريراً يشرح كيف لقيت حتفها بضربة على الرأس أودت إلى تلف في دماغها فيما وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان موتها بالأمر الذي لا يغتفر منظمة العفو الدولية طالبت من جهتها بالتحقيق جنائياً في ظروف اعتقالها خاصة وأن التلفزيون الرسمي لإيران بث صوراً تزعم أنها سقطت على الأرض إثر نوبة قلبية بينما كانت تتجدل مع إحدى المسؤولات حول لباسها وبعد موتها أسف القاتل على ضحيته ونقل جثمانها إلى معهد الطب الشرعي تبرير لم يخمد شرارة الشارع الإيراني لما وصف بالنهج القمعي فحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع للطريقة الوحشية التي تعامل بها المرأة في إيران إذا ملتزمت بالقوانين الصرمة في ارتداء الحجاب واستذكروا أيضاً مشهد الأم التي أخذ ابنتها المريضة أمام عينيها ولم تجد محاولتها في صد المركبة التي كادت أن تدهسها هي الأخرى إسراء الصغير الحدث نظم محتجون من المعارضة الإيرانية في باريس وقفة تضامنية مع الشابة الإيرانية مهسى أميني للتعبير عن غضبهم من سياسة السلطات الإيرانية التي تفرض قوانين قمعية على النساء في البلاد منذ سنوات مطالبين بالإفراج عن مئات المعتقلات والمعتقلين في إيران تكبر شخص خيوات پرشد به خونه آرام تكبر شخص خيوات پرشد به خونه آرام أكد شهاب إبراهيم الطيب عن ناتق الرسمي باسم حزب التحالف الوطني السوداني والقيادة بالحرية والتغيير المجلس المركزي بوجود صراع في أوساط المؤسسة العسكرية وهو ما يعكسه تباين التصريحات بين القيادات العسكرية مشيرا إلى أن سبب الخلاف بينهم هو الأطماع في السلطة الأمر الذي يصعب الوصول إلى أي حل للأسمح أنا أتحدث عن خطورة الخلاف ما بين العسكريين ذات نفسهم حديث أبو هاجة عطفا على حديث حميتي أمس إنهم هم سيطلعوا ويدل المدنيين إنهم يختاروا مجلس سيادة ويختاروا مجلس وزراء وخلافوا من التصريحات في هذا الموضوع جاء أبو هاجة ونسف كل هذا الحديث بما يؤكد تماما أنه هناك صراع واضح مش خفي ما بين غادة الإنجلاب وذي بتصعب الوصول لأي حل للأزمة طالما أنه هذا الخلاف موجود ويصهر في كل مرحب يصور أعمق لكن هؤلاء العسكريين هم الآن الصراع دائر بينهم حول مطامعا في البغاء في السلطة وذي واضح جدا لشعب السوداني لكن طال الزمن أو غصر هناك حراك جماهيري هناك ضغط خارج دبلوماسي هناك عملية سياسية نبحث فيها عن توافق سيسقط هذا الإنجلاب ويتحر أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدجير أن مواجهة المشروع الانقلابي لا تعتبر مواجهة للمؤسسة العسكرية مشيرا إلى أن الحديث عن الإصلاح لمصلحة المؤسسة نحن طلاب إصلاح وبالتالي تصوير الصراع بأنه أي كل من يتحدث أو يعارض الانقلاب باعتبار أن قادة المؤسسة العسكرية هم الانقلابيين هم من نفذ الانقلاب ندخلها في سياسي معهم ولازم نواجههم سياسيين وواجهناهم وحنستمر في مواجهات دي ما مواجهة للمؤسسة العسكرية دي مواجهة للمشروع الانقلابي والرموز ولما نتكلم عن الإصلاح ده من حرص على هذه المؤسسة نحن نفتكر أن أكثر ما أضر بالمؤسسة العسكرية هو الانغماس في شؤون الحكم والسياسة لعدة عقود يعني بيتم وذلك اختطافة بواسطة نخبة ممكن نقول عسكر ومدنية لأن الانقلابات تتم بمشاركة أو مباركة من مدنيين وصف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم خلال لقاء المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس أنه لا يصلح أو لا يصلح لأن يكون وسيطا لحل الأزمة في البلاد مضيفا أن الألية الربعية ستفشل لو استمرت في البحث عن شرعية للقوة للحرية والتغيير المجلس المركزي كمرتكز للحوار واعتبر جبريل أن بقاء العسكريين في مجلس السيادة هو الأفضل بدلا من تشكيل مجلس للقوات المسلحة فولكر مواقف واضحة ما هو بإنسان محايد أنا لا أقول هذا الكلام بصراحة وأمام الإعلام لا أعتبر أنه محايد وقلت له هذا بصورة مباشرة الربعية كما قلت لو تسعى أنه تجعل من المجلس المركزي سلطة اتخاذ القرار وإقصاء من يشاء والقبول بمن يشاء الربعية فاشلة محكم عليها بالفشل من الابتداء لو وعد المسألة ومفتحت على الآخرين أنا ما شايف يكون في مشكلة أنا أعتقد أنه أهون على السودان وعلى التحول الديمقراطي أن يبقوا في مجلس السيادة بسلطات الموجودة من أن ننقل الأمر إلى مجلس عسكري أعلى أقرب إلى مجلس الانقلاب في حقيقة الأمر لأن هذا المجلس يريد أن يتمتع بكل السلطات السيادية يريد أن يتمتع بسلطات الأمن وبسلطات الدفاع ويريد أن يتمتع بسلطات العلاقات الخارجية وسلطات التعاون الدولي أفدت مصادر للحدث بأن الوحدة الأمنية لمكافحة الإرهاب العاصمة التونسية استدعت كلا من رئيس النهضة رشد الغنوشي والقيادي بالحركة علي العريض للتحقيق معهما كمتهمين في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر المصدر قال أنه تم تحديد يوم الاثنين للتحقيق مع الغنوشي في تهم منسوبة له في ملف التسفير وأبلغ الغنوشي رويترز بأنه سيمثل أمام تحقيق الشرطة مضيفا أنه ليس على علم بالسبب أذن تنيابة العمومية لمكافحة الإرهاب في تونس بإبقاء التحفظ على الناطق الرسمي السابق لتنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرئيس إلى جانب قيادي بارز آخر من التنظيم ذاته وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب وفق ما أفدت به إداعة موزاييك ويتعلق ملف القضية بدعوة رفعتها النائبة السابقة فاطمة المسدي منذ العام 2021 حول شبكات التسفير تبينت وجهات نظر الشارع التونسي بشأن القانون المثير للجدل الذي نشره الرئيس قيس السعيد على الجريدات الرسمية والذي يقضي بالسجن لخمس سنوات وغرامة لمروجي الإشعات والأخبار الزائفة أنا رأيي مع سيد الرئيس أول حاجة كل إنسان يطلع إشعى ماش في بلاستها ماش صحيحة يتحرض للقانون يتحاسب باش الناس تتربى الحمد للحق الرئيس يعني أي إشعى أي حاجة ناجمة تزور بالأمل العام ناجمة تزور بالأمل القومي هذه تسمى قمع للحريات أحنا عملنا ثورة ليش؟ كنا في عهد الدكتاتور بنا لي لفهم ما يتكلم حتى واحد مصدق ربي جتنا ثورة أموها على أقل تنفسنا شوي شنوة تنفسنا شوي؟ ولينا نعبره ولينا نحكو وأن نعالج موقف أو أتخذ موقف لا يعني أني أبث إشعى أني فقط أقرأ وأول وأرى المآلات التي قد تكونوا سيئة لحدث معاوين أو قانون معين فبالتالي أنا بصراحة هذه القوانين مثل هذا النوع من القوانين هو مهما كانت النواية حسنة لا يمكن تنزيله إلا في خانة تضييق على الحريات والرأي الحر من حقه بشهابة الورسوم هذا بشي حد من ظهرت الكذب والفتنة لمنتاشر عندنا برشا في تونس وبصيفة غريبة دخل قرار رفع السعار المحروقات في تونس حيز التنفيذ منذ منتصف في الليلة وفق الإعلام المحلي التونسي حيث رفعات أسعار عبوات الغاز الخاص بالطهي بنسبة 14% والوقود بنسبة 3% قرار رفع الأسعار يأتي بعد وقت قصير من اتفاق الحكومة مع اتحاد الشغل على رفع أجور موظفي القطاع العام بنسبة 5% خلال السنوات الثلاثة القادمة وكانت تونس رفعت في أسعار المحروقات في ثلاث مناسبات سابقة آخرها في إبريل الماضي وذلك بنسبة 5% يذكر أن الحكومة التونسية قرت برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن ورفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجيا وإلغاء دعم المحروقات والغاز والكهرباء حتى العام 2026 وعشرين وفي الشأن العراقي سمحت السلطات العراقية للسياح المحليين والأجانب بزيارة مدينة الحضر التاريخية جنوب غرب الموصل والتي يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد الحدث وثقت أول السفر السياحي لهذا الصرح التاريخي الذي حوله تنظيم داعش إلى معسكر للتدريب لعامين متتاليين قبل طرده من المدينة بعد أن استخدمها تنظيم داعش كقاعدة تدريب عسكرية لمدة عامين والحق بها أضرارا جسيمة عالت مدينة الحضر الأثرية الشمالي العراق لاستقبال السياح وذلك بعد خمس سنوات من دحر التنظيم الإرهابي استقطبنا العديد من السياح على جانب خلال الفترة الماضية ومن بلدان مختلفة اليوم أيضا نعمل على القروبات السياحية خارج مدينة الموصل وبالتحديد مدينة الحضر الأثرية واليوم إن شاء الله في على المدينة النمرود وعدة مواقع مدينة الحضر الأثري التي يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد كانت مركزا دينيا وتجاريا مهما وكانت تضم تحصينات ومعابد استثنائية تعكس مزيجا من الطرز المعمارية اليونانية والرومانية والزخار في الشرقية وقد شهدت عملية إحياء منذ إضافتها إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي يعني مدينة الحضر من الأماكن والمواقع المهمة في محافظة نينوات بعد 80 كيلو عن مدينة الموصل هي مهمة جدا لجذب السياح وليقربها من مدينة الموصل وللجانب المعماري والجانب الآثاري والتراثي لهذه المملكة التي تقع بين دجلة والفرات على الرغم من مرور خمس سنوات على طي صفحة تنظيم داعش في محافظة نينوة إلا أن السياحة ونشاطها ظهر خجولين حتى الآن بسبب بطء عمليات إعادة الإعمار في مدينة هذه المحافظة من الموصل أحمد الحمداني الحدث قدرت أوساط عسكرية إسرائيلية أن ما يجري في الضفة الغربية مؤخرا من اشتباكات مسلحة يمثل انتفاضة فلسطينية من نوع مختلف يقودها جيل جديد من الشباب لا ينتمي بشكل مباشر إلى تنظيمات سياسية ويتبنى أنماطا مختلفة في المواشح يميل البعض للاعتقاد بأن هذا المشهد الذي حدث منذ عامين في جنين كان شرارة انطلاق مواجهة من نوع مختلف شاب اسمه جميل العموري خرج من نافذة سيارة وأطلق النار بشكل مباشر على الجنود ظل جميل مطاردا لأشهر ليشكل نموذجا لأقرانه في المخيم المطارد والمضحي بالحياة من أجل أهداف النبيلة بعد أشهر اغتالت إسرائيل الشاب جميل وتروي أمه أن جميل لم يشهد معركة مخيم جنين قبل عشرين عاما لكنه حافظ كل كصصها وأن سلاحه كان من ماله الخاص جبت له صير على أساس أنه يشتغل عليها ويساعدنا فأنا ما توقعتش من جميل أني بيع السيارة ويشتري فيها سلاح في نابلس برز اسم إبراهيم النابلسي كواحد من أشرس المقاتلين في المواجهة مع القوات الإسرائيلية مقاطع اشتباكه وفيديوهات يومية من حياته ملأت منصات التواصل الاجتماعي النابلسي كان ينتمي سياسيا لحركة فتح لكنه لم يتلقى قرارا منها بالمواجهة ولم ينل تمويلا لشراء السلاح وإنما تمرد أيضا على الخط السياسي الحالي لفتح واعتبر نفسه منتميا لكتائب الأقصى والتي كانت الذراع المسلح لفتح إبان الانتفاضة الثانية قبل أن تحل رسميا في حينه وقبل أن تغتال إسرائيل النابلسي بعملية كوماندو خاصة كان هو الآخر قد شكل نموذجا لمئات الشبان من أقرانه وحتى رفضه الاستسلام وكلماته الأخيرة قبل موته أصبحت رمزا وشمه البعض على جسده والمفاجئ أن إبراهيم لم يبلغ التاسعة عشرة ربيعا ولم يعاصر انتفاضة عام 2000 لكنه تأثر بالواقع الأمني والاجتماعي والاقتصادي من حوله ليتخذ قرارا بالمواجهة المسلحة مبنيا على فهمه الذاتي لما يدور حوله تقدر أوساط عسكرية إسرائيلية أن ظاهرة المواجهة المسلحة قد خرجت عن السيطرة وأن الاشتباكات الليلية وعمليات إطلاق النار ضد أهداف إسرائيلية آخذة في الاتساع بما يشبه انتفاضة ثالثة يقودها جيل جديد لم يحد الانتفاضات السابقة وهو أكثر جرأة وأوسع تأثيرا بفضل تعامله المباشر مع منصات التواصل وهو خارج عن سيطرة السلطة والتنظيمات الفلسطينية المعروفة عبد الحفيظ جعوان الحدث الأراضي الفلسطينية قالت شبكة CNN الأمريكية أن كبار المسؤولين الأمريكيين يشعرون بخيبة الأمل لأن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة لم يكن لها تأثير كبير حتى الآن على الاقتصاد الروسي خيبة أمل كبيرة في واشنطن والسبب كالعادة موسكو العقوبات الأمريكية لم يكن لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي الكلام هنا لمسؤولين أمريكيين كبار حسب ما نقلته شبكة CNN الأمريكية أبعد من ذلك لا يتوقع هؤلاء المسؤولون تسجيل أثر للعقوبات على روسيا في الأمد المنظور الاقتصاد الروسي أثبت أنه أكثر مرونة مما توقعه العديد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن حينما شرعوا في معاقبة موسكو بعد إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا فبراير الماضي 93 مليار يورو إرادات قياسية حققتها روسيا في أول مئة يوم من الحرب بفضل تصدير النفط والغاز والفحم حسب المركز الفنلندي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف فرغم أن الاقتصاد الروسي يتقلص بنحو 4% بين أبريل ويوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لكن هذا ليس قريبا من الانخفاض بنسبة 15% الذي توقعه البعض في وقت سابق من العام الجاري أمل واشنطن تمثل في أن العقوبات ستخنق بسرعة آلة الحرب الروسية في أوكرانيا ما يجعل من الصعب على الكريملين مواصلة جهوده في ساحة المعركة لكن الوقائع على الأرض تشير إلى عدم تحقيق العقوبات الهدف المنشود في وقت قال فيه فلاديمير بوتين إن خططه في أوكرانيا لم تتغير وأن موسكو ليست في عجلة من أمرها بلال البجديني الحدث يتوقع أن تكون جنازة الملكة لذا بثثانية أضخم جنازة كدولة وأكثرها تكلفة في تاريخ بريطانيا تشمل مواكب ومآدب وطقوس هائلة ستغطيها الدولة في وقت يواجه فيه البريطانيون أزمة تفاقم معيشتهم بسبب الأسعار المرتفعة وأعلى تضخم خلال أربعة عقود فكيف يرى الناس انفاق أموال طائلة في مراسم جنازة ملكتهم؟ جنازة ملكية بهدي الدقة والترتيب والضخامة لها ثمن صحيح أنه وقت حداد ولكن للأحزان ثمنا أيضا فجنازة الدولة للملكة إليزبيت الثانية ستكلف دافع الضرائب ملايين الجنيهات وربما المليارات إذا أوضيفت التكلفة الاقتصادية للعطلة الرسمية يوم تشيعيها ومعها الترتيبات الأمنية والتنظيمية ومع ذلك كثر يدافعون لغت خدمتنا حتى النهاية وجلبت لنا المال الكثير إلى البلد وحتى بعد مماتها هناك جماهير الناس وجميعهم ينفقون الأموال أعتقد أن ما تجلبه العائلة الملكة من السياحة والمال الناتج عن ذلك لا يكاد يذكر أكثر من سبعين عاما من الخدمة وأعتقد أن جنازتها تستحق كل بنز وهذا أقل ما يمكننا فعله أعتقد أنح عطلة ليتابع الجميع جنازتها على التلفاز فهي تستحق كل بنز في مقابل هؤلاء تعترض الفئات الضعيفة على صرف الأموال الطائلة على الجنازة مع إغلاق بنوك الطعام التي تؤمن الغذاء للأشد فقرا خاصة وسط أزمة غلاء غير مسبوقة منذ عقود وارتفاع قياسي في فواتر الطاقة سيكلف الحكومة أكثر من مئة مليار جنيه لتجميدها لم يسألوني أبدا ما إذا كنت أرغب بتمويل الجنازة لذا فأنا لا أوافق عليها شخصيا لا أعتقد أنها ضرورة حقا لأنه من الواضح أن الجنازة مكلفة ماليا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وكثير من زملاء يعانون بريطانيا لم تشهد جنازة دولة بهذا الحجم منذ سبعين عاما وبعض التقديرات تذهب إلى أن يوم العطلة بمفرده قد يكلف البلاد أكثر من ملياري جنيه كم هي تكلفة جنازة لمالكة إليزابت الثانية من الصعب الإجابة على هذا السؤال الآن لا بد أننا نتحدث عن إنفاق هائل قد يصل إلى مليارات الجنيهات خاصة إذا شملت تغييرات التي ستشهدها العملة والطوابع وصندوق البريد والأختام وغيرها فصورة الملكة أصبحت من التاريخ والزمن الآن هو زمن الملك تشارلز الثالث مصطفى زارو الحدث لندن ندعوكم دائما لمتابعة قناة الحدث عبر منصة التواصل الاجتماعي وعبر موقعنا الإلكتروني الحدث في الدوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر